تنظيم داعش يخرج رايته السوداء ليضعها وراء منفذ هجوم نيويورك الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص متبنياً الهجوم وقائلاً إن منفذه أحد عناصره ورغم اعتراف المنفذ الأوزبيكي سيفالله سايبوف بأنه استلهم الهجوم من التنظيم لم تعلن السلطات عن حصول أي نوع من التواصل بين المنفذ وداعش لكنها كشفت عن أنها لم تستثني وجود شركاء لسايبوف في الهجوم حاكم نيويورك أيضاً أعلن أن سايبوف اعتنق الفكر المتطرف بعد دخوله الولايات المتحدة وأنه خطط لهجومه لأسابيع شرطة نيويورك زادت القول إنه التبع وبدقة تعليمات نشرها تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي حول طرق تنفيذ هذه الهجمات الشرطة أيضاً كشفت أن سايبوف بعد خروجه من عملية جراحية إثر طلقت النار التي أصيب بها بعد الهجوم كان متعاوناً نوعاً ما مع السلطات لكنها لم تفصح عن المعلومات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي من جهته توعد داعش بدفع ثمن غال جراء اعتداءاته في الولايات المتحدة مضيفاً أن القوات الأمريكية ضربت داعش بقوة بعد عملية الدهس الأخيرة دون الكشف عن أي تفاصيل أرفد الجنابي العربية ترجمة نانسي قنقر